كده الأول ناخد تقييمات يعني الريال وبعدين باريس تان جرمان واللي بيحصل والتواقعات اللي كانت مختلفة تماما عن أرض الواقع يعني خلينا نبدأ من هنا ممكن نبدأ أن ريال مدريد اللي حصل السنة دي في ريال مدريد هو يعني اختلاف كل يعني الموسم اللي فات مع قدوم كارلو أنشلوت طمعا لمدير الفني الإيطالي للريال مدريد حصل طفرة كبيرة جدا في الفريق يمكن ريال مدريد السنة دي هو بطل الدور الأسباني ووصل نهاية دور أبطال أوروبا مطلع أكتر يعني أقوى فرق في البطولة مطلع باريس تان جرمان وتشيلسي ومطلع منشستر سيتي الفرق المرشحة لللقب بالضبط يعني تشيلسي هو حامل اللقب وقابليه وباريس تان جرمان برضو من الوصل الفاينال ومانشستي برضو وصل الفاينال قبل كده وصل سيمي فاينال ففرق قوي جدا وبطل الدور الإنجليزي أو قرب من الدور الإنجليزي فأعتقد أن ريال مدريد مشواره كان صعب جدا لكن هو فريق عنده شخصية فريق يستحق أنه يكون موجود في النهائي وكمان بطل الدور الأسباني فأعتقد أن المجموعة اللي موجودة الوقتي كريم بنزيما ورودريجو وفينيسيس جونيور ولوكا مودريتش وتوني كروس يعني عديد من اللاعبين موجودين في ريال مدريد فعلا فريق حصل على أكتر أكتر فريق حصل على دارة أوروبا 13 مرة في أوروبا هو فريق طبعا كبير جدا وتاريخ كبير فأعتقد أن مشواره كان صعب لكن هو يستحق التواجد في أوروبا صحيح الموسم ده الموسم اللي فات كان غريب جدا صحيح اشتركوا في القناة